سحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فعندما أعلنت عن انسحاب في أبريل نيسانا قلت أننا سوف ننسحب في سبتمبر وأنا أتابع هذا الهدف إن المهمة العسكرية في أفغانستان سوف تستكمل في بداية الخريفة فنحن سنحافظ على سلامة جنودها وعسكرنا فإن القيادة العسكرية تنصح لي بما أننا نتخذ هذه القرارات يجب أن ننصحب بالسرعة وفي هذا السياق فإن السرعة تعني السلام وبفضل هذه الطريقة للانسحاب لا أحد لعسكري أمريكا وأي عسكري من الدول الأخرى خسرنا حياته في حل اعتمدنا استراتيجية مختلفة لا كان هناك خطر على سلامة الكوادر العسكريين فبنسبة لهذا الخطر خير مقبول فليس لدي أي شك في أن القوات المسلحة تقوم بهذه المهمة بفعالية واحترافية كاملة فهذا ما يقومون به فإن نفس الشيء صحيح من طرف الدول الأخرى في طار هذا التحالف فنحن ندعم بعدنا بعدنا فهم أيضا يستكملون الانسحاب من طرفهم أريد أن أكون واضحا فإن المهمة العسكرية سوف تنتهي حتى نهاية أغسطس ونحن سوف نبقي بعض القدرات العسكرية وأيضا سنحافظ على نفس القواعد للاجتباكة فكما قلت في أبل فإن الولايات المتحدة قد فعلت ما كانت تريد أن تفعله في أفغانستان القداءة للإرهابيين الذين هجمون في الحادي عشر من ألول بالإضافة إلى القداءة على أسامة بن لادن بالإضافة إلى عدم حلولة كون أفغانستان مرتعا آمنا للإرهابيين نحن كنا نتابع هذه الأغداف ونحن انتسرنا نحن لم ننزر ونذهب إلى أفغانستان لبناء دولة جديدة فهذا هي مسؤولية الشعب الأفغاني بنفسه التقرير بشأن مصيره وإدارة شؤون بلادهم فسويا مع حلفائنا في النيتون نحن قد دربنا حوالي 300 ألف عسكري للقوات المصالحة والقوات الأمنية للدولة أفغانستان بالإضافة إلى الكوادر الآخرين وبالإضافة إلى ذلك المئة الألوف من العسكريين الأفغان الذين كانوا يتدربون خلال 20 عاما مضت فنحن نوفر جميع الآليات لمساعدة القوات المصالحة الأفغانية بدءا من المعادات العسكرية والأسلحة النارية ونحن سنحافظ على تزويد هذه القوات بالمعادات وأنا أؤكد على أن القدر على الحفاظ فأنا أريد أن أشدد وأنا شددت خلال لقائم مع الرئيس الأفغاني فإن القيادة الأفغاني يجب أن تلم شاملها ويجب أن تدفع إلى المستقبل الذي يريده ويستحقه شعب الأفغاني فأنا أريد أن أؤكد على أن الدعم الأمريكي لشعب الأفغاني سوف يستمر فنحن سوف نستمر من توثير المساعدات المدنية والإنسانية وبما في ذلك التوجه إلى حقوق النساء والفتيات فأنا أريد أن نحافظ على الوجود الدبلوماسي في أفغانستان ونحن ننسق مع قلفائنا الدوليين بغية الحفاظ على المطار الدولي في كابول ونحن نريد أن نحافظ على قوة الدبلوماسية للحفاظ على الصفقة التصالحية فأنا قد كلفت وزير الخارجية أنتوني بلينكين بشأن العامل على المصالح الوطنية في أفغانستان بالإدفة إلى جميع الأطراف التي تشارك في الوصول إلى الحل السلمي وبكل الوضوح فإن الدول في المنطقة لها دور أيضا في دعم التسوية السلمية ونحن نعمل مع هذه الأطراف ويجب على تلك الدول أن تلعب دورا لها ونحن سنواصل عاملا لإطلاق صراح المواطنين الأمريكيين على سبيل المثال سيد ماركو فاريكس أنا أمل في أنني لفضل هذا الاسم بشكل صحيح وأيضا سوف نواصل التأكيد على أننا سوف ننقل المتعاونين الأفغان بمن فيهم المترجمون الذين كانوا يعملون مع القوات المسلحة للتحالف الدولي فنحن أيدا سوف نبضل جهودا لاندماجهم ولكي لا تكون عائلتهم تحت الخطر ونحن قد سرعنا النظام للحصول على تأشرات خاصة لهؤلاء المتعاونين فمنذ تنصيب في يناير نحن قد صادقنا على ألاف من تأشرات الدخول لهؤلاء المتعاونين فحتى الآن الكثير منهم قد انتقلوا إلى الولايات المتحدة وبما في ذلك في إطار الانسحاب والكثير منهم يريدون البقاء في البلاد فنحن نعمل أيضا مع الكونغرس الأمريكي لتبني التشريعات الإضافية للحصول أو للمصادقة على هذه التأشرات الخاصة فإن الذين كانوا يشاركون في هذه العمليات فذلك سوف يدم نقل العائلات الأفغانية في حال يختاروا ذلك فسيكون بحقهم الانتقال من أفغانستان وفقا لهذه العمليات للتأشرات فإن هذه العملية قد كشفت عددا من المنشآت الأمريكية التي سوف تقع في أفغانستان وفي عدد من الدول المجورة التي ستستقبل الحاصلين على هذه التأشرات للدخول ونحن أيضا سوف ننظم عددا من الرحلات الجوية لهؤلاء المتعاونين الذين سوف يختارون المغادر والخروج ونحن كلفنا مسؤولا في البيت الأبيض وهو ينسق جميع هذه الجهود ولكن رسالتنا إلى جميع هؤلاء الناس واضحة هناك بيت لكم في الوليات المتحدة في حال يختارتم نحن سنبقى معكم كما كنتم تقفون دعما لنا فبما أنني اتخذت هذا القرار بشأن الانسهاب من أفغانستان أنا كنت أعكم على أنه لا يسوب في مصلحة الوليات المتحدة أن نستمر من خوض هذه الحرب إلى لا نهاية فإنني اتخذت هذا القرار بعينين واضحتين وأنا أحلل جميع التتورات والمستجات وللجميع الذين يدعون إلى البقاء لسنة أو لسنتين أنا أريد أن نستنتج من الدروس الماضية ففي عام 2011 الحلفاء في النيتو قد اتفقوا على أننا سوف ننهي المهم في عام 2014 وفي 2014 بعض الناس دعوا إلى تطوير إطالة أمد المهم لسنة واحدة وفي 2015 نفس الشيء وبعد ذلك وبعد ذلك فعشرون سنة من التجربة قد أظهرت لنا إن الأودع تؤكد على أن سنة إضافية من الحرب لا تمثل حالاً بل رشدة ووصفة للمزيد من الحرب فإن الأفغان يجب أن يقروا بمصيرهم بالإضافة إلى الحجج التي تقول إننا يجب أن نبقى في أفغانستان إلى لا نهاية ولكن هؤلاء الناس يشرون إلى أننا يجب أن نطيل أمد هذه المهمة العسكرية التي أيضاً سوف تزيد النفقات الدفاعية ولكن ذلك تجاهل للواقع والوقع على الأرض وأنا حللت هذه الوقاعة حركة طالبان اليوم أقوى من حيث القدرات العسكرية منذ 2001 فإننا قد خفضنا عدد القوات العسكرية في السنوات الأخيرة ونحن اتفاقنا أيضاً في إطار الإدارة الأمريكية على أننا سوف نسحب القوات في الواحد من مايو من هذا العام هذا ما ورثناه هذه الاتفاقية مع حركة طالبان ولكن مقابل تخفيض عدد الهجمات وفي أبريل أنا أعلنت عن انسحاب القوات من أفغانستان فأعتقد أنه في حال غيرت هذا الوجه للنظر فإن حركة طالبان بدأت إنزال الهجمات على قواتنا فإن الأمر الواقع ليس خياراً إلى هذه اللحظة نحن لا يجب أن نخسر حياة العسكريين نساء ورجالاً فهم يعدون من حالة الهرب الأهلية ونحن لا نريد أن نخطر بخسارة المزيد من الكوادر العسكريين بما أننا وقعنا هذه الاتفاقية مع الطالبان فإن إبقاء القوات لم يعود خياراً وأنا أقول لكم للذين يدعون إلى البقافة كم من الرجال والنساء الأمريكيات نحن نريد أن نخاطر بحياتهم فلأي مدة زمنية نريد أن نقه تلك القوات فإن هناك جيلان من العسكريين الذين كانوا يخدمون في القوات المصلحة خلال الحرب في أفغانستان هل تريدون أن يخدم الأحفاد أيضاً في هذه الحرب بعد عشرين عاماً تريليونات من الدولارات كنفقات على المعدات العسكرية أو لتضريب القوات المصلحة والأمنية الأفغانية وأكثر من 2400 عسكري أمريكي في عداد القتل بالدفط إلى الألاف من الجرح والكثير من الناس الذين يعدون إلى منازلهم مع اضطرابات نفسية أنا لا أريد أن أرسل جيلاً جديداً من المواطنين الأمريكان إلى أفغانستان بدون أي تفسير عقلاني بشأن توصل إلى أي نتيجة أخرى فإن الوليات المتحدة لا يمكن أن تسمح بأن تحدث مثل هذه السياسات اعتماداً على التحليلات القديمة فنحن يجب أن نكافح التحديات الإرهابية التي اليوم لا تشمل البلاد الأفغاني فقد فنحن نعيد تمركز مواردنا العسكرية لمتابقة التحديات والمخاطر في الأماكن الجديدة في جنوب شرق آسي وشرق الأوسط وإفريقيا ولكننا لا يجب أن نخطع في هذا السياق الجيش الأمريكي اليوم مقتنع بأننا قادرون على حماية مصالحنا ودولتنا من أي تحدي إرهابي يذكر ويرجع أو ينتج عن أفغانستان أيضاً نحن نتوّر استراتيجيات مكافحة الإرهاب بشكل شامل لكي نسمح لنفسنا بتركيز على أي خطر إرهابي في أي مكان أو في أي نقطة في العالم ويجب أن نركز على التأكيد على أن نكون متنافسين استراتيجياً مع الصين والدول الأخرى فهذا أيضاً سيحدد مصيراً أننا يجب أن نكافح كوفيد-19 في دولتنا وفي كل العالم لتأكد على أننا سنكون مستعدين لجائحة مقبلة نحن يجب أن نحدد القواعد للمجال السبراني عن طريق استخدام التكنولوجيات المعاصرة نحن يجب أن نقوم بعمل ابتكارية لمكافحة التغيرات المناخية وأيضاً سوف نكون أكثر تأكداً أمام خصومنا ولكننا لا يجب أن نخد حروباً قادمة وفي النهاية أريد أن نعترف بالتضحية الكبرى والتكريس الشامل للقوات المسالحة الأمريكية والمدنيين الذين كانوا يخدمون مع حلفائنا وشركائنا خلال عشرين سناناً مضت فنحن نتشرف بأهمية ما قاموا به من العمال البطولية والتضحية الشخصية لهؤلاء الناس وأيضاً هذه الأثمان الباهثة وهم يتابعون ويكفحون الخطر الإرهابي في أحد أخطر نقاط في كل العالم وأنا زورت هذه البلاد بالدفة إلى حماية الأفغان خلال عشرين عاماً فأنا أريد أن أشكركم جميعاً على خدمتكم وعلى التكريسكم لهذه المهمة العسكرية وللتضحيتكم وتضحية عائلتكم وأسركم خلال هذه الخرب التويلة نحن لن ننسى أبداً جميع الذين قد كرسوا أنفسهم لأفغانستان والوليات المتحدة والذين كانت حياتهم قد تأثرت بهذه الخدمة والمهمة السعبة فنحن ننهي أطول حربنا أمريكية في التاريخ ولكننا دائماً سوف نتذكر أبطالنا وشجاعتهم ليبارك الرب جميعكم والقوات المسالحة الأمريكية وشكراً جزيلاً لكم السؤال هل سوف تستولي حركة طالبان على أفغانستان؟ لا لا أعتقد أن هذا أمر لمفر منه لأنه لديكم قوات مسالحة أفغانية 300 ألف عسكر أفغاني وهم بمعدات جيدة وهم من أفضل الجيوش تزويداً بالمعدات بالإدفة إلى القوات الجوية ضد حركة طالبان هل تصدقون لحركة طالبان؟ هل هذا سؤال جدي؟ نعم هذا سؤال جدي هل تصدقون لتالبان؟ أنا لا أصدق هذه الحركة في التبع لا لا أصدق حركة طالبان لماذا تصدقون لحركة طالبان؟ هذا سؤال غبي وسخيف أنا لا أصدق لتالبان ولكنني أصدق قدرات القوات المصالحة الأفغانية التي أفضل تدريباً أفضل عتاداً أفضل قدرة وأفضل كفاءة من حيث ممارسة العمليات العسكرية شكراً ثقامة الرئيس أخذ بالحزبان الكثير من النفقات الدفاعية والكثير من التضحيات وموقفكم بشأن هذا القرار خلال عشرين هل كانت هذه الحرب جديرة بتنفيذها؟ أنتم تعرفون السجل السياسي أنا كنت معارضاً على وجود القوات المصالحة في أفغانستان فأنا كنت أقول منذ البداية كما تتذكرون وكل ذلك طلع على السطح عندما أصبحت رئيساً فلا دولة يمكن أن توحد أفغانستان لا دولة أخرى فإن الإمبراطريات كانت تزهق في هذه البلاد ولم تنفذ هذه المهمة فإن المهمة والتركيز الأساسي وأنا أعتقد أننا انتصرنا في أفغانستان ففي الماضي عندما كان أسامة بن لادن وقد هرب من أيدي قواتنا نحن ذهبنا إلى هناك لسببين أولاً كنا نريد أن نأتي بأسامة بن لادن إلى الجهنم وثانياً نحن ذهبنا إلى هناك للقضاء على قدرات تنظيم القاعدة الإرهاب للتعامل مع المزيد من الهجمات الإرهابية على الوليات المتحدة من أفغانستان نحن قد قمنا بتنفيذ كلا السببين فهذا ما كنت اعتبره منذ البداية كسبب الرئيسي الذي ذهبنا إلى هذه البلاد فإن هذه المهمة استكملت منذ كثير من الوقت فلذلك نعتقد أنه من الصائب ونحن يجب أن نغادر شكرا لكم فخمت الرئيس فإن الاستخبارات الأمريكية تقيم أن الحكومة الأفغانية ستنهار هذا ليس صحيحاً هل يمكن أن تولح موقفكم بشأن هذه التحليلات هذا ليس صحيحاً إن الاستخبارات لم تأتي لهذا الاستنداج ولكن ما مستوى ثقتكم بشأن أن الحكومة الأفغانية لن تنهار إن هذه الحكومة يجب أن تلم الشمل وتواحد قدراتها فإنهم قادرون على أن يبقوا في الحكم المستدام ولكن السؤال هل سوف يولدون ما يكفي من الوحدة فإنهم قدرون على ذلك ولديهم كل القدرات والقوات والمعدات ولكنني أريد أن أوضح للجميع إننا لا نريد أن نبتعد فنحن نهتم بمساعدة الحكومة الأفغانية ومساعدة هذه الحكومة في مختلف المجالات بدءاً من المساعدات الغذائية الإنسانية ولكن ليس هناك أي استنتاج يتمثل في أن كابول لا يمكن أن تقضي على طالبان أعتقد وأنا جو بايدن أتحدث من وجهة رأي الشخصية فإن السلام والاستقرار في أفغانستان هو العمل والتفاوض بين جميع التراثل فيها حركة طالبان بشأن الوصول إلى السلام فأعتقد أنه ستكون هناك حكومة موحدة في أفغانستان تسيطر على كل الأراضي شكراً لكم فخامة الرئيس نحن قد تحدثنا إلى الجنرال سكوت ميلر في أفغانستان وهو قال لنا إن الظروف يأس ومعقدة لدرجة أن ذلك قد يؤدي إلى الحرب الأهلية ففي حل انهارت كابول ما الذي ستفعل الولايات المتحدة لقد تشرتم إلى عاملين أولاً قد يؤدي ذلك إلى الحرب الأهلية ولكن ذلك ليس انتصار طالبان بالضرورة ثانياً فما سيتم تنفيذه فإن ذلك سوف يدم ويؤثر على كل المنطقة هناك عدد من الدول التي تقلق بشأن ما سيحدث في أفغانستان وأيضاً بشأن أمن هذه الدول ولكن ما ماذا خطر بالنسبة للولايات المتحدة وبنسبة لحلفاء الولايات المتحدة بشأن نتيجة هذه المفاوضات التي ستجري في أفغانستان فخامت الرئيس إن بعد القدوم المحاربين من حرب فيتنام اليوم يقارنون بين تجربتهم وتجربة الحرب في أفغانستان هل لديكم نفس المقارنات بشأن ما حدث في فيتنام ليس هناك أي مقارنة فكان هناك انسحاب فوضوي في فيتنام في جنوب فيتنام ولكن هنا في أفغانستان طالبان ليس كالجيش الفيتنامي الشمالي فلن تكون هناك مثل هذه المشاهد عندما يتم إجلاء الناس من أسطح السفارة الأمريكية مثل ما كان هناك في فيتنام الجنوب فإن ذلك أمر ليس خير قابل للمقارنة ما مادة جديدة وخطورة الفسات في الحكومة الأفغانية أولا أنا أعتقد أننا استكملنا لم نستكمل هذه المهم لحد اللحظة إذن فبالطبع نحن لاحظنا مسألة الفسات في أفغانستان ولكن هل من الممكن أن نتوسط إلى التوافق هناك فبدءا من ذلك نحتاج إلى المفاوضات بين حركة الطالبان والقوات الأمنية الأفغانية والحكومة الأفغانية لاحظنا لحد الآن لم تأتي هذه المفاوضات ثمارا ولكن السؤال بشأن نتائج هذه المفاوضات فإن الاحتمال يقمن في أن حركة لا أعتقد أن طالبان ستستول على كل دولة ما مدى مسؤولية الإدارة الأمريكية عن مقتل الأفغان خلال هذه الحرب لا أعتقد أن الشعب الأفغاني يجب أن يقرر بمصيره وحكومتهم فنحن لي يجب أن نفرد أي نوع من الحكومة على الشعب الأفغاني ولا دولة قادرة على الفعل لذلك تذكروا التاريخ فأبدا لم تكن أفغانيستان تحت سيطر دولة أخرى لم مر في التاريخ إذن بما أن هذا لحظة استكمال المهمة لا أعتقد أن هذا لحظة استكمال المهمة إذن نحن استكملنا هذه المهمة عندما قد عالى وسامة بن لادن في الحقيقة كما قلتم في الإشارات هل أنتم مرتاحون بتوقيت إعادة التمركز هل ذلك كاف لكي تكون مرتاحين الآن الكثير من المهمات